أهلا بكم نستمر مع تدريبات VIM الدورية واليوم سنتحدث حول شيء اسمه الويندوز أو النوافذ وكفيه التقسيم الويندوز بشكل أفقي يعني horizontal أو بشكل عمودي يعني vertical فإذا لنبدأ فإذا أردت مثلا أن أفتح عدة ملفات بVIM فدعونا نجرب مثلا أكتب مثلا config أكتب مثلا registers أكتب مثلا special وأكتب مثلا file فإذا لنرى فإذا سيتم فتح هذه الملفات سأجدها بالbuffers وها هي موجودة بالbuffer يمكن أن تقال منها أكتب مثلا buffer 1 أو buffer 3 مثلا وانتقل للbuffer الثالث لكن أنا فتعلمنا في فيديو السابق طريقة أن أكتب buffer all لفتحها كلها طبعا لدينا هنا swap فسأكتب edit anyway فإذا لاحظوا فتح هذه الملفات أو buffers تم فتحها بشكل بنفس النافذة وتم فتحها بشكل horizontal يعني بشكل أفقي إذا أردت مثلا أن أفتح هذه البوفر بشكل ليس بهذا الشكل يعني أنا أريد أن أفتحها بشكل بشكل عمودي فأريد أن أفتحها يعني ليس أريد أن أذهب مثلا مرة أخرى دعوني أكتب quit all ولا أريد أن أفتحها بهذا الشكل يعني لا أريد أن أفتحها بهذا الشكل ثم أكتب buffers أو buffer all ويتم يتم وضعها بهذا الشكل أنا لا أريد هذا الشيء أنا أريد بكل بساطة سأكتب هنا quit all طبعا بسبب لماذا يظهر لي ملف ل swap؟ لأن هنا أنا قمت بعض التغييرات دون أن أقوم بالحفظ وتم حفظها بال swap أو memory فإذا قمت أنا بكتابة less-as أجد لدي هنا ملف اسمه registers swap يمكننا أن أحذفه فإذاً remove register text swap طبعا هذا الشيء أعتقد سيكون متقدم أن نتحدث عنه يعني ربما في نهاية هذه السلسلة نتحدث حول هذا النوضوع مثلا أين نضع ملفات ال swap منفصلة وأن لا تظهر لنا بهذا الشكل بنفس المسار الذي نعمل عليه طبعا لا مشكلة انسوا ما قلته الآن ولنعود لموضوعنا فأنا الآن أريد أن أفتح هذه الملفات جيد من هنا أريد أن تفتح بشكل أفقي مثلا أو بشكل عمودي دعونا نفتحها بشكل أفقي فأنا سأكتب هنا داش أو لفتح هذه الملفات بشكل أفقي فإذا ننتر فإذا نلاحظوا تم فتحها بشكل أفقي فسأكتب الآن quit all وسأفتحها الآن بشكل عمودي فسأكتب هنا capital O بهذا الشكل فإذا نلاحظوا تم فتحها بشكل عمودي تم تقسيم الشاشة وفتحها بهذا الشكل الآن إذا أردت الانتقال بين هذه النوافذ فيمكنني أن أكتب control W W control W W وأنتقل فيما بينهم الآن إذا قمت بكتابة control W W سينتقل إلى القسم الأول ماذا لو أردت مثلا تعاونا نذهب للقسم الرابع هكذا فإذا أنا الآن بالقسم الرابع أريد أن أذهب للقسم الذي قبل لو أردت ذهب للقسم الأول فيمكنني أن أكتب control W H فالآن ذهبت إلى القسم اليساري إذا أردت مرة أخرى رجوع للقسم اليميني فسأكتب control W L عفون control W L فإذا الآن موجود أنا هنا control W H تذهب إلى هنا إذا أردت الذهب أيضا إلى اليسار سأكتب control W H control W H إذا أردت الذهب اليمين control W L جيد control W L نفس خيارات النافجيشن موجودة بVim H تذهب لليسار و L تذهب لليمين نفس الفكرة مرة أخرى سأكتب quit all وأخرج من هذا الموضوع أريد أن أفتح ملف عادي مثلا file.txt ففتحت هذا الملف الآن أريد أن أفتح ملف آخر بنفس هذه النافذة هنا فسأكتب split وسأكتب اسم الملف الآخر هو file2.txt فلاحظوا ظهر الملف أدنى مباشرة الآن إذا أردت أن أفتح ملف آخر فإذا أدنى فسأكتب split وهنا سأكتب lines مثلا فإذا تم فتحه هنا الآن إذا أردت الانتقال بين هذه الملفات فيمكنني أن أكتب ctrl w واز Bang للقسم التالي يمكنني أن أكتب ctrl w إذا أردت الذهابائل إذا أردت الذهاب الأعلى Ctrl w k إذا أردت ذهاب الأسفل ctrl w g allows switch نفس فكرة النافجيشن بم كي للأعلى و جي للأسفل كونترول دبليو جي كونترول دبليو كي أيضا للانتقال فيما بينها إذا لا تريد أن تستخدم كونترول دبليو جي كي أو إتش أل يمكنك أن تستخدم كونترول دبليو دبليو للانتقال بينها الآن أريد أن مثلا أن أغلق فالآن أنا قمت إغلاق هذا القسم بكل بساطة فإذا الآن إذا قمت مرة أخرى بكتابة كولون هنا طبعا أين أنا الآن موجودة فإذا أنا موجودة هنا سأكتب كويت فسيتم إغلاق هذا الملف وكويت أيضا سيتم إغلاق هذا الملف فإذا دعونا نفتح ملف مثلا كونفج فإذا ها هو ملف كونفج فإذا أردت أن أفتح ملف بجانب ملف كونفج فسأكتب V يعني وانا أريد الملف الذي أريد أن أفتحه مثلا لاحظوا فسيتم فتح هذا الملف على يسار ملف كونفج فسأكتب كونترول W للانتقال بين هذه النوافذ الآن أريد تصغير العرض لهذه النافذة التي هي ملف سبيشال فسأكتب كونترول W ثم سأكتب مثلا 40 وثم سأكتب هذه الإشارة فإذا لاحظوا قمت بتصغير حجمها إذا أردت تكبير حجمها فأكتب كونترول W 20 وهذه الإشارة فإذا قامت بتكبير الحجم إذا أردت تكبير أيضا مثلا 5 ليس بعد فإذا سأكتب 10 فإذا تم تكبيرها بهذا الشكل جيد جدا الآن إذا أردت أن أقوم بتقسيم هذه النافذة لقسمين فسأكتب هنا سأكتب سبيشال وأريد مثلا فتح ملف line جيد فإذا ها هو تم فتحه في الأعلى ثم كونترول W للانتقال بين هذه النوافذ جيد إذا أردت أن أجعل كل هذه النوافذ ذات حجم واحد فإنقنا أن أكتب كونترول W يساوي فإذا تقريبا تم المساوات أحجام هذه الأقسام والآن سأكتب سبيشال هنا ومثلا أفتح ملف آخر مثلا file 2 أنا كتبت horizontal split كنت أريد أن أكتب vertical split فإذا لا مشكلة فإذا كنترول W يساوي يساوي هذه الويندو فإذا أردت مثلا أن أقوم أنا تقليل الطول أو height لهذه الويندو فيمكن أن أكتب كنترول W minus كنترول W minus فإذا لاحظوا يقل الهيط لهذه الويندو فإذا قمت بتقليل height لها والشيء الأخير الذي أريد أن أتحدث فيه هو أنني يمكنني أن أقوم بمثلا التركيز على هذه الويندو فقط أنا أريد فقط مثلا التركيز على قسم الملفات الأخرى ما زالت مفتوحة سأجدها بالباورز فإذا هذا كله لهذا الفيديو ونلتقي بالفيديو القادم